موسيقى سين نوعات ليدون الإجابة ستبقى برستوى لأن ده في صيدة الأمر المثبت موسيقى طبعا ته هو الضمير المفعول اللي أصله سكوشي موسيقى موسيقى المستقبل القريب يتكون من تصريف ذرب زائد المصدر علاماته في خلال زائد مدة زمنية دومان غدا سوسوار هذا المساء بينتو قريبا أبري بعد زائد أي مدة زمنية كلمة بروشان القادم نوزالون هكتب المصدر لكن هختار هنا لأن الفعل زوداميرين بيوضع في المصدر ولكن بصرا في السور نقط المستقبل قريب يبقى اختار العلامة غدا الشهر الماضي يبقى المستقبل قريبا يعني المستقبل يعني المستقبل هنا العلامة دون دي منوت في خلال عشر دقاق زمن الماضي الحديث أو القريب يتكون من تصريف ذائد المصدر الكلمات الدلة عليه إليا زائد مودة زمنية قصيرة نووينون دو إحنا لسا مانجي وكلين المصدر نوات دو فينير ان فين مع الدمير ان إليا سانك منوت جو فين فينير بس في هنا دو يبقى اختار فين دو جو فين دو فير دو فيلو زمن الماضي المركب لبصي كومبوزي يتكون زمن الماضي المركب من تصريف في زمن المدارع زائد لبارتسيب بصي اسم المفعول من الفعل علاماته إير أمس بصي الماضي توضع في آخرها أو حسب الاسم اللي هيبقى قبلها لسومين بصي مثلا الأسبوع الماضي ديرنيي أو ديرنيير حسب الاسم السابق لها بصي و ديرنيير معناهم الماضي إليا منذ زائد مدة زمنية سومتان هذا الصباح مع الفيرب المساعد إتر يصرف 14 فعل وإحنا قلناهم وهتحتاج ترجعهم تاني إن شاء الله يبقى فيرب إتر بيصرف معه 14 فيرب زائد الأفعال ذاته الأفعال اللي قبلها سوم أما باقي الأفعال تصرف مع الفعل المساعد أفوار يبقى أنا الماضي المركب هاختار دايما الفعل المكون من حاجتين إتر أو أفوار زائد اسم المفعول وما تنساش عزيز الطالب إتر وأفوار ما بيجيش وراهم فعل في المصدر فيرب بصي له حالة خاصة إذا جيب عدي حرف الجر بار أو شي هصرفه مع إتر مجيش حرف جر هيصرف مع أفوار في حاجة اسمها تبعية تبعية دي بتتعامل مع فيرب إتر مع الفاعل اللي في أول الجملة يبقى للمؤنس يبقى هضيف أو في آخر اسم المفعول نو أو فو أو إيل أفك اس هحط إس في آخر اسم المفعول إيل أفك اس هحط أو إس في آخر اسم المفعول في تبعية مع فاعل أفوار لكن التبعية دي بتتعامل مع الضمير الشخصي إلا أبوستروف يعني مثلا هقول لالتر الخطاب أنا تلقيته هنا أو تبعية عشان عيدة على إلا أبوستروف اللي هي عيدة على الخطب مع الضمير الشخصي لي أو نو أو فو هقول لي ليفر الكتب قرأتها الاس هنا تبعية عيدة على الضمير الشخصي لي اللي هو عيدة على جمع مذكر الكتب ميزمي أصدقائي جوفو زيرون كونتري أنا قابلتهم الاس هنا عيدة على الضمير فو اللي هو عيد على جمع مذكر كومبيندو كامن هضيف تبعية اس في آخر اسم المفعول أو أو اس إذا كان جمع مؤنس مع كلمة الاستفهام كل هضيف أو مع كل جمع المذكر اس مع كل جمع المؤنس هضيف أو اس يبقى التبعية مع أفوار بتتعابل مع الضمائر الشخصية وكلمات الاستفهام مع الضمير الشخصي الفاعل المساعد يأخذ تبعية يا إما اس يا إما أو اس حسب الفاعل يعني لما أقول مارتين موا مارتين وأنا هنا الفاعل ايه؟ هنا الفاعل مفرد مؤنس مع كلمة موا يبقى أصبح بيبقى جمع مؤنس يبقى أقول خدنا هنا جمع للمؤنس السبت الماضي هنا علامة الزمن الماضي يبقى أختار الفيرب المكون من حكتين أفوار زائد اسم المفعول هيقول ذهبوا متنساش التبعية نوات نوزاون في الكورس هنا فاعل مكون من حكتين أفوار زائد اسم المفعول يبقى أختار العلامة إير أمس دومان غدا مستقبل أجردوي اليوم مدارع ان سي بالادي تنزهنا بان لا فوري في الغابة هنا في إيه؟ هنا في فيرب سو بالادي تنزه متصرف في الماضي المركب يبقى أختار العلامة إيليا منذو طب مختارناش دبوي ليه؟ معناها منذو تدل على زمن المدارع طيب دون معناها في خلال تدل على زمن المستقبل القريب أجردوي اليوم إيه لنوات بالادي؟ طبعا بالادي لسه آية الفيرج زوداميرين متصرف في الماضي فهنا أصرفه مع المساعد اتر سي بالادي اتر ما ينفعش لأن الفيرج ده زوداميرين لازم له سو وده أفوار ما ينفعش في الجملة اير سوار متيلد سي كوشي نامت في تبعية الفيرج زوداميرين مع اتر النوات باسي باسي هنا ما جاش ورا حرف جر يبقى هصرفه مع أفوار يبقى هقول الضمائر الشخصية للمفعول الضمائر الشخصية للمفعول عبارة عن مفعول مباشر أو غير مباشر يبقى إذن الضمائر دي متكلم ومخاطب تمشي مباشر أو غير مباشر حسب المفعول الضمائر الشخصية للا تحل محل مفعول مباشر مسبوك بي أداة معرفة صفة إشارة أو صفة ملكية أو اسم إنسان طيب عندنا ضمائر شخصية مفعول غير مباشر يعني بتحل محل مفعول مسبوك بحرف الجر لوي مفرد لور جمع معناها إليه إليها إليهم كده طيب الأفعال اللي دايما انتيجي مع لوي ولور أفرير يقدم دوني يعطي تليفوني يتصل انفواي يرسل بريتي يسلف أو يقرد إكرير يكتب برلي يتحدث سرير يبتسم لي تليفونية تصل على ريبوندر يجيب على أوبيير يطيع أهم الأفعال التي نستخدم معها مفعول به مباشر لو أو لا أو لي أو إلا أبوستراف إيمي يحب بريفيري يفضل أدوري يعشق ديتستي يكره روجردي يشاهد كومبروندر يفهم فيزيتي يزور تروفي يجد براتيكي يمارس أبلي ينادي بريباري يعد ريزيرفي يحجز أباندوني يتخلى عن أبروندر يتعلم شونتي يغني لير يقرأ أم فيتي يدعو الأفعال التي نستخدم معها مفعول مباشر غير عاقل وغير مباشر عاقل يعني الأفعال دي ممكن تيجي مع دمائر الشخصية المباشر أو الغير مباشر بريتي يسلف كونتي يحكي انفواي يرسل دوني يعطي لانسي يرمي مونتري يبين بارلي يتحدث ريبوندر يجيب دير يقول دوموندي يطلب أو يسأل أفرير يقدم سوتي يتمنى دوني يعطي بوزي يطرح سؤال اكسب ليكي يشرح يحضر لسي يترك دي بتاخد مفعول مباشر أو غير مباشر عندي الجملة دي بتوضح مثال بقول جولانس لوبالون لوبالون هنا مفعول مباشر أعالي مفعول غير مباشر يبقى لانسي ذرب من الأفعال اللي بتاخد مفعولين مباشر أو غير مباشر لاحظ لو وجود المفعولين من نفس النوع في جملة واحدة سجور هذا اللاعب بس مرر عاوز ضمير عايد على هذا اللاعب يبقى مرر له يبقى لوي لوبالون الكرة لانس ارمي انا هنا لوبالون شخص صح؟ لا ده شيء غير عاقل يبقى انا هقول لانس ل لانس ل يعني ارميها أو علي ما تنساش ان انا عندي المفعول غير مباشر يبقى انا محتاج المفعول المباشر هنا عندي المفعول المباشر يبقى انا محتاج المفعول غير المباشر الضمير الشخصي اون الضمير الشخصي اون بستخدمه مكان المفعول اللي مسبوك بأدات ناكرة أو تجزئة أو عدد أو ظرف كمية أو حرف الجردو بمعنى منه أو عنه منه منه أو عنه ده الضمير الشخصي اون اهم الافعال التي تأتي مع اون اشت يشتري متر يضع فولوار يريد بروندر يتناول أو يأخذ منجي يأكل بوار يشرف فينير يأتي من لاحظ ان الافعال دي اغلبها بياخد دايما اداة تجزئة الضمير الشخصي اجريك يحل محل مفعول غير عاقل يدل على المكان ومسوق بأي حرف جرد مع عدد دو لان الدو بتيجي مع حرف مع الضمير الشخصي اون اهم الافعال التي تأتي مع اجريك أليه يذهب دي ساندر ينزل أبيتي يسكن فيفر يعيش بارتيسيبي يشارك في الريفي يصل الى السيستي يحضر ترافيي يشتغل اما حروف الجرد السابتة اللي هي الشي عنده أبيك مع بور من أجل بدون دو من أو عن يأتي بعدها الضمائر التوكيد موا توى لوي ال نو فو ال تعالوا نشوف الأمثلة فين المفعول هنا جماعة اهو مسبوك بصفة إشارة يبقى ناستخدم ال ال ابصرف عشان الحرف المتحرك تيام لسبور مفعول مباشر هقول وي ج لزيم ما يهمنيش في حرف المتحرك في الجام حرف المتحرك ده بيفرق معايا في المفرد فقط لا غير هل يلمون في هعلى إنه ، يقول وي هنا في حرف غر ده مفعول غير مباشر عاقل يبقى يبقى حط وي وي اتي تليفوني اتى سور مفعول غير مباشر مفعول غير مباشر وعاقل ما يبقى ما يهمنيش في حرف غر كيف وي لا تقول تانية ما بياخدش حرف جر ولذلك هنا استخدمت المفعول المباشر لا لكن لو انا هشيل يبقى استخدم هنا يبقى المشكلة هنا لازم اخد بالي من الافعال لو كان الفعل ده هو نفسه اللي هنا كنت اختار لكن اتغير واصبح من الافعال اللي بتاخد مفعول مباشر يبقى اختار لا او لا بصرف او لي حسب المفعول انت تكتب لسامي لأ انا هشوفه نفس الكلام هنا بياخد مفعول غير مباشر لكن هنا بياخد مفعول مباشر يبقى الجملة لأ انا اشوفه او انا ارى انت تحب مدرسك مفيش مفعول غير مباشر نعم انا اطيعه ايه اللي اتغير اللي اتغير استخدامنا للفرب ده واحنا عارفنا ان هو بياخد حرف جر يبقى ايزا بياخد مفعول غير مباشر هستخدم لوي عيدة على المدرس تعطي الكرة لاخوك في هنا مفعولين نعم انا اعطي له الكرة بما ان هنا عند المفعول المباشر يبقى انا يلزم للمفعول غير المباشر هو بيرمي الكرة هو المفعول الغير مباشر يبقى انا محتاج للمفعول المباشر يبقى يرميها او عمر هايزه البدلة طبعا هاختار مو نو بلي بو كو تعجبوني كسيرا مو تأتي بعد الفرب وسو للفرب زوداميرين خوز واقي المطر نو جنو سو بارابلوي ما في المباشر وعندي نفس الفرب يبقى هاختار ايه هاختار له يبقى لا ا انا لا لن اخوزها هو بيمرر الكرة الكرة هنا هي المفعول المباشر المفعول غير مباشر طيب تعال نشوف المعنى نعم هو بيباصي جيدا بيباصي ايه الكرة يبقى اللي باس بيان ميكوبان اصدقائي جو في نو ادوار وار من الافعال اللي بتاخد حرف جر لأ بتاخد مفعول مباشر عايدة على الاصدقاء يبقى هاختار لي تيا اكري اتيباران كتبت الى والديك نعم انا كتبت نفس الفرب هو هو في الجملتين بياخد مفعول غير مباشر يبقى هاختار لور نعم انا كتبت لهم جون اي تابسون جو في نو ادوار سوف ارسل ارسل ايه يا جماعة لوي لهو ان اس ام اس هنا فيب منجي من الافعال اللي بتاخد تجزئة ايه يبقى ايزا هاختار ان النفي القاعدة العادية للنفي بالنسبة للغة الفرنسية بستخدم الادوات ن زائد با ن الفعل با لكن لو انا عندي اداة نكر او تجزئة تحول الى حرف الجر دو ما عادة مع ذرب ايه مع ذرب ايه تبقى الاداة كما هي تبقى الاداة كما هي تبقى الاداة كما هي سواء بتستيب بريفيري مع النفي اساسا بتاخد ادوات ايه ادوات معرفة يعني لا تتأثر بالنفي خلي بالك عزيزي الطالب خلي بالك لو انا عندي فربين دايما بن في الفعل المصرف اما المصدر يبقى كما هو خلي بالك من التعبير ليس على الاطلاق ما بيتغيرش شكله ده تعبير ثابت يعني دي ديت لا تتغير وتصبح ده مثلا ن نقط برسون لا احد طبعا دي بتنفي كلكان شخص ما او كي من او اسم شخص لاحظ ان برسون كلمة برسون تأتي مكان كلمة كلكان ايا كان مكانها في الجملة وليس شرط بعد الفرب مباشرة تي شرش كلكان نو جنو شرش برسون انا لا ابحث عن احد كي تي كوني من تعرف جنو كوني برسون انا لا اعرف احد نوريان بتنفي كلمة كلكشوز شيء ما كو مازا كسكي مالازي كسك مازا كوا مازا خلي بالك من كسكي وكسك الاتنين معناهم ايه مازا بس دي بتسأل عن فاعل ودي بتسأل عن مفعول نجامي لا ابدا لا ابدا دي نفي ايه تجور دائما سوفون غالبا برفوا احيانا كلكفوا احيانا وكلمة كون بمعنى متى نو بلي لا احق لا لم يعد بتنفي كلمة انكور ما يزهل النابافي هي لم تعمل نواتيوغا هنا اختار ايه اختار دو لان هنا الجملة اصلها دي مع النفي تحولت الى دو ماريون نيم با دي تو على الاطلاق تيفا فور كلكان سوف ترى شخص ما نو جنوفي فور برسون خلي بالك ان برسون ما جاتش بعد الفرب زي ما قلتلك بتيجي مكان كلمة كلكان ايه مكان ايه كان مكانها في الجملة منامي اتيميد صديقي تيميد يعني خجول انه برل اا برسون لا يتحدث لا يتحدث الى احد اليا يوجد كلكان شخص ما دان لاكلاس في الفصل وزع في دي كلك شوز هل قلت شيء ما نو جوني ريان دي انا لم اقول شيء خلي بالك عزيز الطالب مقدرش اختار هنا برسون ليه لان احتفقنا برسون بتيجي مكان الكلمة اللي انا بن فيها ولا تأتي قبل الفرب المفروض لو انا هحط برسون طبعا هي متنفعش هنا هحطها في الاخر مكان كلمة ايه كلك شوز يبقى الاجابة الصحيحة هنا كلك شوزنا فيها ريان جوني ريان في انا لم ارى شيء نفس الكلام اللي كنت بقوله مقدرش احط برسون توضع في الاخر ريان هي اللي توضع هنا طب جوني في انا لم ارى هنا في الاخر يبقى انا هحط ايه برسون دي بس فكرة سريعة عن برسون وعلى خطها بريان بردون النيا لم يعد هنا في دو طالما هنا في دو يبقى اختار بلو لم يعد يوجد دو بيتزاكر عزيز الطالب خلي بالك من الفيمينان المؤنس والجمع التأنيس عامة باضافة او كليونت زبونة بفرد سرسارة لو اخرق او عليها اكسون بضيف او كمان ديزوردوني ديزوردوني كلمة تلميذ لا تؤنس بغير بس الاداة طيب الكلمات الاتية سامباتيك تيميد رومانتيك مانفيك سوبرب دي كلمات في اخيرها او لا تؤنس سوبر سامبا اجريابل سوبر لا تؤنس سامبا لا تؤنس اجريابل في اخيرها او لا تؤنس لا تنسى ان الصفة التي يأتي قبلها س توضع في المفرد المزعق الصفات التي يأتي قبلها حرف الجر او توضع في ايه المفرد المزعق لمونتاني الجبال سونتون بلون يعني تكون باللون الابيض بلون هنا ما تغيرتش رغم ان كلمة مونتاني جمع مؤنس مارون وورانج لو جات لي في اي جملة مش هختار غيرهم لان دول لا يؤنسوا ولا يجمعوا طيب انا باجمع باضافة ايه يا جماعة باجمع باضافة اس طيب لو عندي كلمة جرو بتنتهي بحرف اس عاوز اقنسها بتؤنس بمضاعفة الاس واضافة الو طيب لو عندي رو وعاوز اقنسها شيل الاكس وحط اس او اس اس او هتبقى روس لونه محمر الاسم اللي منتهي باو ار بضيف اكسون وحط او في الاخر بولانجير خباز بولانجير خبازة فوندور بائع هتؤنس باضافة اس او فوندوس بائع اكتور ممثل شاز كلمة شازة هحول المقطع الاخير ده الى تريس اكتريس ممثلة انفورماتيسيان الكلمة التي تنتهي باي او ان وضيف او انفورماتيسيان خبيرة معلومات بلان ابيض الكلمة اللي تنتهي بسي هحط او هتبقى بلانش بايضة كلمة بروفيسور تؤنس باضافة او ان بروفيسور اين بروفيسور عندنا كلمات لا تتغير في المؤنس ونعرف من الصفة الصفة التي تأتي بعدهم عندي متسان مذكر ومؤنس بومبيه اللي هو اتفائي دكتور سامبا امفان اليف كامراد بعرف من الصفة اللي جاية بعدهم ان دول مذكر او مؤنس بجمع باضافة اس اي اسم او صفة تجمع باضافة اس دي ريستوران دي زالمان دي كريان سوريان بلان برين طيب لو الكلمة منتهية بس تبقى كما هي لا تجمع سوري فار غرو تخين دي سوري وغرو رو رو هنا منتهية بس تبقى كما هي الكلمة اللي ممتهية با ال تجمع باضافة ا ا ا ا ا ا اكس انيمال انيمو جينيال عبقاري جينيو كلمة او بمعنى المية بيرو المكتب بو جميل كل دول بيجمعوا باضافة اكس دي بو دي بيرو بو كلمة انانيو اللي هو حمل اسم حيوان يجمع باضافة اكس دي زانيو ما عدد بال هتبقى باضافة اس فستيفال هضف لها اس رحلة مذكر يبقى هقول اجريابل هنا جينيال في اخرها او وانتريسونت في اخرها او ما تنفعش طيب اجريابل في اخرها او بس تنشي مذكر ومؤنس شعري يكون الشعر جمع مذكر يبقى روب جمع مؤنس كورت جمع مؤنس مارك ايدوريجين من اصل يأتي بعدها ايه الجنسية المؤنس طفين بلج تمشي مذكر او مؤنس بمعنى بلجيكي ما سور ايه اختي تكون اكتور مذكر غندور مذكر مدسان تمشي مذكر ومؤنس ببقى هي الحل الصحيح مدسان ما تنت ايه كوافر مدسان فارماسيان برضو مدسان لاننا عندي مؤنس الوحيدة اللي تقبل المذكر والمؤنس مدسان سوزان ايه فيترينير انفورماتيسيان اكتور سوزان تكون لو اخترت انفورماتيسيان هلاقيها جمع طب اكتور مذكر يبقى فيترينير طبيب بيطري تمشي مذكر ومؤنس طبعا ماران تقبل المذكر والمؤنس والمفرد والجمع جمع مؤنس يبقى جازوز غازية طبعا هنا اون قبلها جمع مذكر هقول جورمان اللي فريز سان هاختار طبعا فريش علشان جمع مؤنس سو سان دي برودوي دي منتجات هاختار جمع مذكر سكري ستان بلا طبق مذكر يبقى بان جايد اللي منتاني سان الجبال جمع مؤنس يبقى هقول بلانش جمع مؤنس او جوردوي الفي بيأتي بعدها الصفة المفرد المذكر يبقى انا اختار ايه شو الجو يكون حار احنا قلنا دي الجملة اللي فيها دي تدل على الملكية باخد على اللي قبلها يبقى الملابس بتاعت سارة بتكون ديمو دي موضة قديمة مون كوزان ايه ابن عم يكون تيميد طب ليه اخترت تيميد علشان دو المؤنس طب ما دي في اخرها اوه ولكن في المذكر والمؤنس عزيز الطالب الايقاع سريع ولكن انا لا اريد ان اعطلك كثيرا واريد ان تراجع بنفسك هذا الكلام وترجع اليه في موقعنا ان شاء الله هتلاقي الكلام ده موجود بالتفصيل عندنا كلمة تري جدا بيأتي بعدها صفة او ظرف سوشفال هذا الحصان تري ربيد سريع دي صفة يبقى حط تري الفاتري بيان هو بخير هنا تري جاي بعدها ظرف بيان يبقى صفة او ظرف لكن لو عندي بوكو وبو واسي دول ظرف كمية بيجو بعد الفرب هقول الترافاي هو بيشتغل بوكو كثيرا هو بيحب كثيرا جي فام انا جعان جمان جام بو انا باكل ايه قليلا لبقى هنا في فرب جاي قبل التعبيرات دي بوكو كومبيان واسي وبلان مليان بو قليل ترو كثير جدا بلو اكسر مليان اقل النيابا لا يوجد كل ده بياخد حرف الجر دو او دي ابوستروف مكان ايه مكان الاداه يبقى بدل ما اقول دي او اس او دي اي او دو لا لأ بحط دو او دي ابوستروف جبوى ب دو انا بشرب قليل من الماء دي ابوستروف هنا مكان كلمة او قبل كلمة الماء جي بوكو دو كوبان لدي كثير من الاصدقاء كلمة ام بو بتأتي قبل الصفة او الظرف او باعد الورب المانج بوكو يأكل كثيرا برس كلا فام لانه جعان مقدرش اختار بو علشان هنا ايه جعان مقدرش اختار ترو دو لان ترو دي بيجورها ايه بيجورها اسم قم منج بوكو دو بان نأخذ كثير من العيش او الخبز شموى عندنا يبقى اختار بوكو دو علشان الاسم جي سواف انا عاد شان دون موا ام بو دو قليل من الماء في اسم يبقى انا اختار اللي فيها دو الاجابة على سؤال هل المثبت والمنفي لو عندي اجامعة سؤال بهل يعني سؤال بهل يعني سؤال بدون كلمة استفهام او في حاجة اسمها اسك هل هجاوب لو انا هجاوب على سؤال مثبت هجاوب بوي او نو طب لو سؤال منفي هجاوب بسي او نو روعة تستخدم في الاجابة على سؤال منفي وي لا تستخدم وي للسؤال المنفي لا تستخدم سي للسؤال المثبت نفس الكلام أنت سوف لا تأكل سؤال منفي تعالوا نشوف الإجابة جيفام أنا جعان يبقى هقول سي لأن أنا متفق معاه ألم تحتفل بعيد ميلادك هذا العام أنا هعمل حفلة كبيرة يبقى أنا متفق معاه يبقى هقول سي عزيز الطالب لا تقلق فقط زاكر وحاول تتذكر ما تعلمته طوال العام وإن شاء الله ربنا يوفقك وتحصل على الدرجة النهائي هقول الجملة منفية فأنا هقول له يبقى أنا هقول إيه سي بلى إنها في غرفتي النهاردة أنا هاخد النهاردة شمطة الظهر يبقى إن هنا اختلفنا هاخد نهاردة نعم حسنا أنت جاهز هقول إيه نعم نعم أنا هصل يبقى هنا وي عشان سؤال مثبت طيب أنا بلبس انتظر دقيقتين يبقى برضو هجاوب وي لأني إيه بقول له نعم أنا بلبس انتظر دقيقتين المقارنة لنا ثلاث حالات المقارنة بالصفة بلو ك وي بمون ك وي بأني إيه ألي مستوى إيه ألي مستوى أخرى هؤلاء في الناس وأصبح شعب أدوات المقارنة بالصفة بلو كأخر منه إن جيب أجيب ألي نعم لأني دقيقتين لقد نعم نعم أجيب في سيبقى الناس ألي نعم ألي مستوى أخر شيء الكآخر ألي に بلو من البنتان أزرف من الروايات اللي هي القصص المصورة لاحظ هنا ان انا لازم افهم انا بقارن ما بين ايه علشان اختار ادوات المخارمة الصح هنا البوكس يكون اكثر عنفا ممكن يخيارنا ما بين بلي وموا وقسي يبقى انا فهم ان الملاكمة هتبقى بالزيادة اكثر الطيارة ايه نقط ربيد علون جرب كده اسرع من السيار هقول اقل ولا ايضا ولا اسرع يقول بلي ربيد علشان اقارن بالفرب هقول بلي كو موان كو وهنا هضيف اطان كو بدل اسرع تاعة الصفة كريم بيشتغل بلي كو نادر طبعا انا هنا اختار بلي كو اذا ما شفتش كو في الجملة تاني كلام ده ولا انا مش عارف افرق ما بين هه المقارنة بالصفة والاسم والفرب لو ملقيتش كو في الجملة يبقى اختار الادوات اللي فيها كو بلي دو اقارن هنا الاسم يبقى لازم اضيف دو لاحظ ان دو شكلها ما بيتغيرش هي عندها اصدقاء اكثر من صار لسالون اي بلي هنا في كو وهنا غرفتي طب السالون مذكر يبقى اختار الصفة المذكر لاروب اي بلي جولي نقط لجيب هنا عاوز الادات التانية بتاعة المقارنة اللي هي كو لا موتو سي بلي سي هنا هتخليني اختار الصفة المذكر لسبورز اكسترام الرياضات العنيفة سي بلي برضو الصفة المذكر موتيفون محفزة ان فرانس ليفير ايه طيب في فرنسا في الشتا يكون ايه بارد والخريف هنا برجع للفهم للجملة هقول بلي هو اكثر برودة طيب ساندرا ابلو احنا اتفقنا من شوية ان دو لا تتغير في المقارنة يبقى مش هغيرها علشان كلمة كور لا هتبقى كما هي الريش ان بلي دارجان اختارت اللي فيها دولي علشان في هنا اسم هنا المعنى بيتحكم في اختياري اللي اتنين اشتروا زي بعض يبقى هستخدم اوتان دو طب ليه استخدمت دو علشان هنا في اسم عزيز الطالب مر علينا كلمة سي قبل كده بمعنى بلى اجابة على سؤال من فيه هنا سي الشرطية معناها اذا بيجي وراها زمن المدارع والفعل الاخر في زمن الامر او صيغة الامر سي تي ياشو اذا كنت حران الامر هيبقى اوفر افتح افتح لا فينتر الشباك طب مخترتش اوفري ليه علشان هنا فيه دامير تي سي تي افروة اذا كنت بردان فرم لا فينتر اغلق النافذة هنا فيرب افوار عشان التعبير افوار فروة سي فو زا في شو اذا كنت حران اللي الامر اذهب الى البحر سي تنوفا بابيان اذا لم تكن بخير فا اذهب شي لدكتور هنا اتضمر تي خلا نختار فا بدون الاس سي فو زيت عن روتار اذا كنت متأخر هنا في فو يبقى اختار بريني خد تاكسي عزيزي الطالب الاستفهام في اللغة الفرنسية مهم جدا لانه بيجي لنا في الاختيار او بيجي لنا على شكل ايميل اسك هل هل ده الاستفهام بهل هل انت عندك كتاب مثلا هجاوب هقول ايه وي او نو لو السؤال ده من فيه هجاوب بنو او سي كي من ممكن تسبق بحرف الجر معه من الى من 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 اجل من عن من عند من ك بحط فيها ابوسترف لكن كي لا لا نضع فيها ابوسترف ابدا ماذا له الشكل ده كسك ماذا كوا ماذا لاحظ ان كوا حرة في الجملة وممكن تسبق بحرف جرد كوا عن ماذا اكوا في ماذا في ماذا انت تفكر كمان كيف تسأل عن الاسم وسيلة المواصلات تسأل عن الحال بمعنى كيف كم متى تسأل عن الزمن بشكل عام بوركوا لماذا باستخدمها لما شف الاجابة كار لانا برسكو لانا بيجي ورهم جملة كاملة اكوزدو بسبب بيجي ورها اسم سلبي او بور زائد المصدر بور بيجي ورها فعل في المصدر او بيجي ورها اسم معناها لكي لكي زائد مصدر من اجل زائد اسم و اين تسأل عن المكان المسبوك بحرف جرد ممكن اقول دو من اين لو انا شفت في الجملة فينير دو بار او باي مكان لو شفت في الجملة بصي بار يمر بي كم بيان دو بيجي ورها اسم جمع بمعنى كم من وتسأل عن العدد اما كم بيان كوت سواء المفرد او الجمع تسأل عن السعر حسب الفاعل بتاع الجملة او كم بيان كوت لليفر الكتاب كم بيان كوت كان تتكلف لليفر الكتب كل باشكالها مفرد مذكر مفرد مؤنس جمع مذكر جمع مؤنس بستخدمها ازاي في الجملة بيجي ورها الاسم اللي انا بسأل عنه او فربيتر يعني مثلا هقولك ما هو اسمك ممكن اقول الجملة بشكل تاني هقولك ما هو عمرك عزيزي الطالب كده خلصنا المراجعة بشكل سريع انا عاوز منك تراجع على كلمات الدروس وتبتدي تسمع اللي انا شرحته النقط اللي انا شرحتها مهمة جدا وهتسهل لك حاجات كثير او في الامتحان ارجع للموقع عندي هتلاقي نص هذا الشرح واستمع الى الفيديو واشوف الشرح وان شاء الله ربنا يوفقك وتحصل على الدرجة النهائية ساعت بلقياكم هذا العام وتعبنا مع بعض ولكن ان شاء الله ربنا هيكلل جهودنا بكل خير واشوفكم ان شاء الله وانتم سعداء في الجامعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته